لعنة الفراعنة لا تفتح التابوت سيضرب الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاجنا سيضرب الموت كل من يعكر سفو الملك عبارة مكتوبة على جدار مقبرة الملك توت عنخ أمون والي اكتشفها عالم الأثر الإنجليزي هوردي كارتر سنة 1922 وقتا رجع للممول المالي لمشروع البحث لورد جورج إدوارد وطلب منه يروح معه ويشوف بنفس الاكتشاف العظيم اللي اكتشفه وفعلا رح عالم الأثر مع الممول المالي وكان معهم عصفور كناري بالقفص وفجأة وأثناء حديثهم مع بعض سمعوا صوت هز المكان اتفاجأوا بثعبان كبير عم بيحاول أكل العصفور دخل القفص فعلا وأكل العصفور بهاللحظة نظر عالم الأثر للورد جورج وقال له اللعنة بدأت لعنة الفراعنة يمكن كان أول مرة يقال فيها جملة شهيرة لعنة الفراعنة أهلا فيكم بقناة ميموز قناة بتقدم لكم أهم وأغرب المعلومات حول العالم رح نكتشف اليوم حقيقة لعنة الفراعنة تابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني باللايك حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس وصل اللورد جورج إدوارد الممول للمشروع مع عالم الأثر هوردي كارتر للقاهرة وفعلا راحوا لمقبر التوت عن خأمون وكسروا أبواب المقبرة حتى يستكشفوا المقبرة مع مجموعة من المساعدين المقبرة كانت مليئة بالذهب والجواهر والتمثير والعطور والقناع الذهب الشهير للملك توت عن خأمون وبعد ما وصلوا للتابوت الحجري للملك فتحوه كان بداخله تابوت أصغر وبداخل التابوت الثاني كان فيه تابوت ثالث مصنوع من الدهب ولما فتحوا التابوت الدهبي لقوا الملك توت عن خأمون نايم ومسترخي داخل التابوت الدهبي الغريب بالموضوع أن المقبرة كانت كاملة وكل شيء بمكانه وكأنهم أول البشر اللي دخلوا المقبرة من أكتر من 33 قرن وبعد ما حددوا يوم يفتتحوا فيه المقبرة حتى العالم كله يشوفها المقبرة الأثرية النادرة دعوا الناس والعلماء من كل أنحاء العالم عشان يتواجدوا باليوم الموعود وبنفس يوم الافتتاح برد أحد الدكاترة اللي كان مشارك بالمشروع الدكتور محمد زكريا ومات بنفس اليوم وبنفس اليوم أطعت الكهرباء بالقاهرة كلها وبدأ الربط بين الحوادث وبين افتتاح المقبرة وبدأ الناس يتكلموا عن لعنة الفراعنة واللي زاد مخاوف الناس البعوضة اللي لضغت اللورد جورج وتسببت بموته بسبب تسمم الدم بالإضافة إلى أن كل العمال اللي فاتوا على المقبرة أول مرة انصابوا بأمراض صدرية خطيرة وماتوا كلهم وبدون أي سابق انذار وكأن الجملة اللي كانت مكتوبة على المقبرة حقيقية وكأن لعنة الفراعنة أصابت كل اللي دخلوا المقبرة الإعلام بدأ يربط كل الحوادث بعد افتتاح مقبرة الملك توت عن خأمون بلعنة الفراعنة انتشرت مئات الأفلام والروايات والكتب عن لعنة الفراعنة وكأن الموضوع كان فرصة لتسويق الأفلام والكتب والروايات ظهرت فترة لعنة الفراعنة لأول مرة بعد اكتشاف مقبرة الملك توت عن خأمون وانتشرت بشكل غريب من هو الملك توت عن خأمون ولي اكتسب كل هالشهرة بعد موته بأكتر من 33 قرن الملك توت عن خأمون ملك شاب مهتب عمره 19 سنة والغريب أنه ما كان له أي إنجازات ما قدم أي قيمة تاريخية مؤثرة للحضارة المصرية ورغم هيك صرته منهوطة على الجناه المصري بالواقع سبب شهرته الحقيقية أنه المقبرة اللي اندفن فيها بقيات كاملة وقدر المصريين يشوفوا كل القطع الأثرية النادرة والجواهر والتمثيل بعد 33 قرن ظل العلماء يبحثوا فيها لمدة 17 سنة خلينا نتأمل شوي بسرط الملك الشاب توت عن خأمون اللي ارتبطت اللعنة نفسها باسمه على الرغم من صغر عمره وعدم تأثيره بالحضارة المصرية لو كان فيه لعنة حقيقية لكانت اللعنة بمقابر ملوك مؤثرة مثل الملك رمسيس الثاني أو أمن حاطب الثالث اللي العلماء دخلوا مقابرهم وأخذوا عينات وعملوا أبحاث وما أصبتهم أي لعنة بالإضافة لمقبرة الملك ستي الأول اللي اكتشفت قبل مقبرة توت عن خأمون واللي انعرضت بمعرض بلندن وكانت الأحداث طبيعية وما شفنا أي لعنة ولا سمعنا عنها علماء الأثار دخلوا أكتر من 63 مقبرة بحثوا فيها وما أصابتهم أي لعنة رغم الكتابات المخيفة اللي كانت منحوطة داخل المقابر ومقبرة الملك خوفه أكبر دليل على عدم وجود أي لعنة للفراعنة معظم المصريين دخلوا المقبرة مقبرة أغنى وأعظم ملوك الفراعنة وما شفنا أي لعنة للمقبرة والسؤال شو سر لعنة الملك الشاب توت عن خأمون بالواقع السر هو السموم اللي كان ينشرها الكهنة بأركان المقابر واللي بتحافظ على تأثيرها القوي لألاف السنين كان يوزعوا فطريات سامة حول التابوت ويتلقوا بالجو أنواع معينة من البكتريا المميتة كل هالإحتياطات كانت خوفا من اللصوص أو أي شخص بفاكر يقتحم المقبرة ويسرق القطع الأثرية الثمينة الموجودة بالمقبرة الفراعنة كانوا متميزين بموضوع السموم ولما أخذ العلماء عينات من مقبر توت عن خأمون لأوا نسب عالي جدا من الغازات السامة بالإضافة للمواد المشعة المستخدمة بحفظوا تطهير الأجسام المحنطة وبالفعل أكدت الدراسات بعد فحص أحد مستكشفين المقابر الأثرية اللي ماتوا بعد دخولهم مقبر توت عن خأمون أنه سبب وفاته كان أحد الفطريات السامة الموجودة بالمقبرة وأخيرا والأهم أنه المقابر مغفولة من ألاف لسنين والهوى داخل المقبرة فاسد وبسبب عدم تجديد الهوى داخل المقبرة في احتمال كبير أنه كل اللي بدخلوا المقبرة للمرة الأولى ينصابوا بأمراض صدرية مستعصية تأدي لوفاتهم وبعد معرف العلماء السبب وضعوا قاعدة جديدة لدخول المقابر اللي رح يكتشفوها عن جديد وهي عدم الاستعجال بالدخول وترك المقبرة حتى يتجدد الهوى فيها وتخرج الغازات السامة الموجودة داخل المقبرة أما الدكتور محمد زكريا اللي ذكرناه ببداية الفيديو اتضح أن الأبحاث أنه نجرح بآله حادة مسمومة داخل المقبرة واللي تسببت بوفاته أما بالنسبة للقهرباء اللي انقطعت بالقاهرة بنفس يوم افتتاح المقبرة فكانت مجرد دعايات إعلامية هيئة الآثار المصرية أكدت أنه لعنة الفراعني مجرد أسطورة ما إلها أي أصل من الصحة والغريب أنه هورد ديكارتر نفسه ما صار معه أي مشاكل ووصل لعمره 74 سنة لو كان في لعنة كان هو أول من نصاب فيها بما أنه هو مكتشف المقبرة الصحافي والإعلام الكاذب كان السبب الأول والأخير لانتشار أسطورة لعنة الفراعني بالإضافة لعدم الوعي اللي سيطر على الناس بهالفترة ما فينا ننكر أن المصريين القدماء كانوا بارعين بالسحر مثل من ذكر بالقرآن الكريم وممكن يكونوا يصخروا حرصاً للجن حتى يحرصوا المقابر كل الإحتمالات وردة شاركونا أرأيكم بالتعليقات وما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة شكراً لك تير شكراً لكم شكراً لكم